عندي خبر بقى ايجابي احد اصدقائي الدكتور عمر القادي بقيت الارسالة بيقول لها محمد احنا نفسنا نشوف الاخبار دي كل دي اخبار ايجابية وراء بعضة هو دكتور عمر النهاردة بيقول لي نفسنا اخبار الايجابية عاملة ايه في مصر انا عمل اقولك في اخبار ايجابية وراء بعض اهو مصر اتسجلت دوليا ان عندها احسن مشروعين خدوا بالكم ده بتتكلموا على الانجنيرينج نيوز راكود ودي مجلة عالمية متخصصة في المشاريع الاملاقة اللي بتتعامل عشان الامنين يقولوا انتوا بتعملوا ايه هو بيعمل لكم ايه خدوا بالكم دول مشروعين بس اللي انا هقول لحضراتكم عليهم دول مشروعين بس تسجلهم وتسجلهم باسم مصر في العالم مشروع المحسمة لمعالجة الصرف الزراعي مياه الصرف الزراعي خدوا بالكم متحدث باسم وزارة الراي كان بيكلمكم في ايه الوقتي قال لك احنا بندور اعادة استخدام المياه بقنا من الدول المتقدمة جدا في العالم بندورها مرة واثنين فانت عندك مشروع اهو يعالج الصرف الزراعي واستوعب الصرف الزراعي علشان تبدأ تعيد استخدام المياه بتاعت الصرف الزراعي ثم دخل ايضا رقم اتنين مشروع محطة العالمين لتحليب مياه البحر ان مصر عملت محطة سجلت دوليا وتفوقت دوليا الاتنين دول تفوقوا احسن مشروعين في العالم يعني انتو بتكلموا على متسجلين وداخل بعد منهم بقى تطوير نظام المياه في مدينة حيدراباد في باكستان انتو خيالين بقى ان انتو عندكم مشروعين انتو حالاتكم مشوفتهمش يعني انا محمد شيردي اول مرة اسمع عن ده النهاردة ممكن اكون سمعت عن العالمين وتحليب المياه وغيره انما حيدراباد بالمدينة الملايين اجت رقم 3 بعد منك بعد المشروعين مشروعين في مصر اتعاملهم وخلصهم وتم افتتاحهم والرأي يصرح فتح واشتغلهم وخلصهم والعالم هو اللي بيقول مش محمد شيردي والحيال اليوم اللي بتقول العالم خارج يسجل لمصر هذا الاعجاز وقالك دول اكبر مشروعين في العالم اهم في هذا المجل